في العراق لا تزال التظاهرات في شماله تأخذ منحا مختلفا عن باقي المحافظات ليس طلبا للتوظيف وتحسين الأوضاع المعيشية والقضاء على الفساد فحسب بل لتزديد الرواتب المتأخرة للمعلمين والعاملين في المؤسسات الحكومية في عقاب فرضته حكومة بغداد لم ينتهي حتى الآن مع خلافها المتجذر على أموال النفط مع السلطات في أربيل ويشير معهد دول الخليج العربية في واشنطن إلى أن الأحزاب الموالية لإيران تواصل تقويض الحياة الاقتصادية والاستقرار في كردستان العراق منذ عام 2017 ذلك عن طريق استخدام الضغوط القانونية والمالية والسياسية وحتى العسكرية ضد الحكومة في أربيل ومع قبول الأخيرة بإعطاء أموال النفط إلى بغداد بعد لجوئها للمحكمة الاتحادية وخضوعها لاحقا لقرارها بعدم صحة قانون النفط والغاز إلا أن ذلك لم يحقق انفراجة لأربيل التي خاسرت نحو 5 مليارات دولار من إيراداتها ما تسبب في طباط النمو الاقتصادي وتأخير دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في كردستان العراق داخليا تستغل قوى في الإطار التنسقي ببساطة الانقسامات السياسية بين الأحزاب الكردية والأخطاء التي ارتكبتها وكان من الممكن تجنب بعض النكبات لو التزمت كل من أربيل والسليمانية بالحوكمة الرشيدة التي تقدم مصلحة المواطنين على الأحزاب السياسية دوليا ساهم الضغط الأمريكي بحل الخلاف جزئيا بين الطرفين لكن أعلن رئيس الحكومة محمد السوداني عن التوصل إلى تسوية مالية بشأن أزمة الرواتب مشروطة بإحصاء أعداد الموظفين في كردستان العراق أعاد تأجيج الخلاف من جديد خلاف يبدو أن حله سيستغرق وقتا أطول في ظل الصراع السياسي المحتدم أصلا في البلاد فرغم إقرار السلطات في كردستان العراق بأن الوضع المعيشي للمعلمين والعاملين بالدولة صعب للغاية إلا أن هذا الإقرار لا يعد كافيا حيث لم تلتزم الجهتان بما تقولانه لحل حالة المشاكل بين الطرفين ونعكاس ذلك على من يعد الراتب مصدر عيشهم الوحيد